أهلا بكم البسملة كنز إلهي لا تنتهي عجائبه كنز كل نجاح وكل فلاح يستقوي بها الضعيف ويستغني بها الفقير قالها نوح عليه السلام بسم الله مجريها ومرساها فنجاه الله وعباده المؤمنين من الطوفان وحين أرسل سليمان عليه السلام الهدد إلى بلقيس ملكة سبأ برسالة كتب فيها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وحتى الأرض تلك الحشرة الصغيرة علمت حق باسمك اللهم فلم تأكلها حين أكلت صحيفة كريش لمقاطعة بني عبد المطالب وبني هاشم بالكعبة المشرفة البسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم وهي مفتاح القرآن الكريم وأول رسالة سماوية كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق باسم معناها مستعينا بالله والله هو اسم الله الأعظم ويشمل جميع أسماء الله الحسنة الرحمن هو اسم من أسماء الله الحسنة ويعني الرحمة الواسعة للجميع والرحيم هو اسم من أسماء الله الحسنة ويعني الرحمة الخاصة لعباده المؤمنين أما عن بسم الله الرحمن الرحيم التي تسبق سورة الفاتحة فقد اختلف العلماء فمنهم من قال إنها آية من سورة الفاتحة مثل الشافعية والحنابلة وكذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أما الإمام مالك والحنيفية فيقولون أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة وهناك من العلماء من يقول أن البسملة هي آية من القرآن لا تتبع أي سورة ولكن تأتي للفصل بين الصور جميع سور القرآن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم عدى سورة التوبة أو براءة عدد سور القرآن 114 سورة وكذلك عدد البسملة 114 مرة منهم 113 قبل السور وآية واحدة في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أخي الكريم لا تنسى ذكر بسم الله الرحمن الرحيم قبل كل عمل حتى يحلوا البركة والتوفيق على هذا العمل أما عن الجهر أو الإصرار بالبسملة في الصلاة فقد اختلف العلماء والأولى الإصرار بها والله أعلم الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه حين فصر بسم الله الرحمن الرحيم يقول حين أقول بسم الله الرحمن الرحيم معناها أقبل على أي عمل بقدرة الله اللامحدودة وليس بقدرتي المحدودة وأعطى لنا مثال على كده لما يجي الفلاح ويحرث الأرض ويلقي بالبذور لتنبت فالإنسان قدرته محدودة لا يستطيع إرغام الأرض على الإنبات ولا يستطيع توجيه الشمس بالشروق والوروب ولا يستطيع إنزال الماء من المطر ولكن هذه كلها من قدرة الله بمصلحة الإنسان ويضيف الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه بأن بسم الله الرحمن الرحيم تفرق بين المؤمن والكافر فالمؤمن حين يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعتقد بقدرة الله سبحانه وتعالى اللامحدودة وقدرته المحدودة فبالإضافة إلى ثواب الدنيا يحصل على ثواب في الآخرة أما الكافر فليس له إلا ثواب الدنيا أخي الكريم أخت الكريمة أغلق باب المعصية بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأفتح باب الطاعة ببسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم